لم ينهي الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي في مرحلته الأولى حين عقد في حزيران الماضي أية إطلاقات لصواريخ الكاتيوشا لكن مع انطلاق الحوار في مرحلته الثانية يتصدر عنوان ثابت يؤكد اتفاقاً عراقياً أمريكياً على المختلف فيه وعلى رأسه إنهاء مسلسل الكاتيوشا والميليشيات المسلحة والفصائل الخارجة عن القانون المتمر الصحفي الذي ينطلق قبيل لقاء القمة بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الأمريكي دونالد ترامب يجمع بين وزيري الخارجية فؤاد حسين ونظيره مايك بومبيو يرصخ تعاوناً ضخماً يتمثل بدعم الولايات المتحدة الأمريكية بـ 200 مليون دولار للعراق لكن المختلف فيه هو عدم تدخل في الشان العراقي من قبل سياسات دول خارجية وهو الهدف الأول للعراقيين وهو الذي يدعم محور السيادة والهيبة العراقية بومبيو الذي تحدث التقارير أنه يحاول وعادة العقوبات الأمريكية كاملة على إيران يتفق مع العراق على ضرورة ذحقيق الوعود كأفعال على الأرض وهو ما يتردد صداف أروقة الساسة وقبل ذلك عند الشعب العراقي الإطار الاستراتيجي الذي وقع بين البلدين عام 2008 ينظر له العراق اليوم على تفعيل حقيقي لأطول التعاون المشترك في قضايا الأمن والسياسة والاقتصاد والصحة والثقافة فيما يتصدر المشهد الأمني والإرهاب أكثر القضايا الشائكة على الساحة العراقية الحث الأمريكي لحل العديد من القضايا في العراق وصلت إلى حد حث بومبيو لبغداد على حل الخلافات بينها وبين حكومة إقليم كردستان الأمر الذي يتيح التفسيرات أن واشنطن تسعى إلى دعم الحكومة العراقية حتى بانتخابات مبكرة وما هي لنتائج يتطلع إليه العراقي كوقائع تغير واقعه الحالي المرتبط بنفوذ وتدخل خارجي وانتهاك للسيادة وغياب للقانون غياب بات يزهق أرواح العراقيين بتنامي مسلسل الإرهاب والصواريخ والفصائل المسلحة سيقوم بتتوشيرتين سمسل 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 اشتركوا في القناة